أهلاً بكم معنا مشاهدينا وتعالوا بقى كده إيه أحكي لكم الحكاية من الأول قبل ما أقول لكم إحنا نعمل إيه النهاردة؟ قبل ما أقول لكم موضوع حلقتنا أقول لكم على الهجوم الشديد وكانت فيه حرب غريبة على الفان بيج الخاصة بالبرنامج وعلى الفان بيج بتاعتي وبعدين فجأة يعني هو في حد ذاته نجاح الحمد لله يعني الحمد لله فجأة بقيت قعدة في الكافي مع صحابي أو في الكوافير مع الناس اللي هو فجأة لاقي إيه إيه ده تعالي بقى هنا وخصوصاً أنا انبسطت إن الرجالة ابتدت تتفرج على برنامجنا الله دي حاجة حلوة جداً والله دي حاجة لطيفة أبقى وقفة في السوبر ماركت كنت من 3-4 أيام كده في السوبر ماركت كبير وبجيب حاجات للبيت وبعدين فجأة لقيت واحد كده إيه رايح جاي وبعدين بقى إيه معاه زي مراته فعمال يبصيلي بعدين قلت أكيد مش بيعكس مع واحدة ست جنبه وبعدين يحوم كده ويجي يقول إيه أيوة هي طبعاً يعني أنا دايماً متخفية في حياتي العادية لابسة كاب طول الوقت وبعدين بقى إيه زي ما يكون عارف الموضوع مؤثر فيه فمركز وبعدين رايح جاي رايح جاي قال لها هي 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 إمام مختار فلقيته جايلي والله جايلي وقال لي أنا آسف أنا ما ببعكس حدرتك لأستاذ إمام مختار ترؤى قال لي طيب بصي بقى الحلقة اللي فاتت أنت يعني يعني هو قال لابز ما يفعش أقوله يعني جبت الرجالة أردن ليه يا عم الحج إيه اللي حصل ومراته وقفة بقى إيه ها وقفة بقى كده اللي هو إيه أنا مليش دعوة هو اللي بيقول لا مش مبسوطة باللي هيقوله قلت له ليه حدتك مين قال لي أنا محمد تقول له ليه يا أستاذ محمد خير في إيه قال لي أنت عملتي حلقة كاملة عن ابن أمه وقعدت تقولي قد إيه الراجل شخصيته ضعيفة ومامته بتتحكم فيه ولما بيكون فيه بيت عيلة وبيحصل مشاكل والراجل دايماً في حيرة ما بين مامته وبين أمه ورجالة الرجالة الرجالة آه في رجالة بتحترم أمهاتها بشكل زيادة بشكل أوفر اللي هو ممكن يوصل لمرحلة ضعف الشخصية لكن تعالي بقى أنا أحكي لك أنا أخويا عايش في انهيار طول الوقت مع مراته يعني هو بيحكي لي بقى على أخوه طبعاً هي مراته جنبه ما بيحكيش عنه قال لي حياته جحيم بسبب أن مراته طول الوقت ماشية بدماغ ممتها قال لي لا تعالي بقى تعالي بقى يا ممان يا مختار بدل ما عملتي حلقة عن الرجالة أنه هو ابن أمه لو سمحت توصلي صوتنا أنه في رجالة كتير بتعاني أن برضو زوجتها ستتها شورتها مش من دمخها من أول يوم جواز وهي ممتها بتتحكم فيها تطبخ إيه تقول إيه في الخناء تعمل إيه وما تعملش إيه في الأعياد لازم هي الأول بعد كتا حماتها الثانية حاجات كتير قوية هنقولها النهاردة فبصراحة مع بقى الرسائل اللي على الفان بيج الرجالة ابتدت يا جماعة تصور وتتكلم بس ده في حد ذاته حلو أنا مبسوطة أن ابتدى صوتهم يطلع وابتدى يتكلموا وحقيقي في منهم كتير مظلومين حقيقي مش كل الرجالة مفترية ولا كل الستات مفترية برضو في من ده وفي من ده فقررنا كلمت الأستاذ أمعي رئيس تحرير وفري الإعداد كله والأستاذ مصطفى واتفقنا وتقول يا جماعة إيه رأيكم إن الناس بتشتكي إحنا فيها عملنا حلقة أوكت حلقة نكحة الحمد لله إن مجرد ما ييجي يحكي لي ويقول لي ده أنا وقفة في السوبر ماركت فده أنا جاح للبرنامج طيب بما إن إحنا خدنا صف الستات واتكلمنا باستفادة أكتر وعرضنا القضية بشكل واضح على الراجل ابن أمه النهاردة بقى حلقتنا يا رجالة وهتتفرجوا علينا لأن أنا وعدتكم نعمل حلقة دي اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها هنتكلم النهاردة عن الست اللي شورتها مش من دماغ من شورة مامتها هنتكلم عن الست اللي مامتها هي اللي متحكمة في حياتها قرارتها لبسها كلامها طريقتها زعلها حتى يعني أزعل أزعل إزاي طب قال لي أرد عليه أقول له إيه يعني بالله بالله ستات اللي هو بجد يعني اللي هو أول مشكلة مع جزة أيوة يا مام آه ساب البيت ومشي آه لا ما خدش هدومه كلها لا خد شوية بس أعمل إيه أغير كلون الباب آه أغير المفتاح طب يا ماما لو جي طيب بشكل وحش يبقى أنا كده تردته من البيت لا أنت ليك رجالة يلا أغير المفتاح ولله يروح لأبوك ففيه ستات ما عندهاش حل غير اللي هو قاله يا ماما أعمل إيه فهل فعلا المثل ده صحيح اكفي القدرة على فمها تطلع البيت لأمها والأم فعلا عايزة بنتها صورة طبق الأصل منها طب ليه حتى لو الحاجات السلبيات في حياتك بتعكسيها في حياة بنتك ليه عايزة تطلقي بنتك ليه عايزة تخربي بيت بنتك ليه قوليلي إيه الهدف طيب هيكون معنا في الحلقة النهاردة الدكتور أيمن فتاحة لايف كوتش وفي نفس الوقت تايتل جديد عليكم وعلينا معالج الصدمات يعني إيه يا إيمان معالج الصدمات وفي تايتل كاسمه معالج الصدمات آه النهاردة معنا حلقة جمدة جدا قبل ما نستقبل ضفنا معنا في الستوديو هروح نشوف التقرير اللي صورته كاميرا يحكى أنه مع الكاتب الساخر إيهاب معاوض عن كتاباته اللي كاتبها في الموضوع ده أو في موضوع حلقتنا النهاردة واللي كمان تناول التدخلات الأم في حياة بنتها بشكل كاميدي وبشكل ساخر